شاهدين أهلا بكل حضرتكم قبل تطبيق التوقيت الشتوي خليني أستعرض مع حضرتكم موعيد متر الأنفاء بالخطوط الثلاثة حيث يبدأ متر الأنفاء العمل بالتوقيت الشتوي مساء الخميس القادم إن شاء الله وسيتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 صباح يوم الجمعة أما عن موعيد الكترات وموعيد آخر خطار بالخطوط الثلاثة مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي فأولا موعيد تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة والربع صباحا طوال العام قيام آخر قطار بالخط الأول من حلوان 11.40 دقيقة مساء أما قيام آخر قطار بالخط الأول من المرج الجديدة 11.50 دقيقة مساء قيام آخر قطار بالخط الثاني من شبرى الخيمة ومن المنيب 12 صباحا أما قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدل منصور في اتجاه الكتكات ساعة 11.31 دقيقة مساء أما آخر قطار بالخط الثالث من الكتكات في اتجاه عدل منصور هيكون الساعة 12.5 دقيقة صباحا ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات ساعة 12.30 صباحا ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12 صباحا أيضا يتم مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتب الساعة 12 صباحا ويتم التنسيق مع الخط الثالث في حالة وجود تأخيرات تغيير موعيد المصبوص ثانيا مشاهدين عدد رحلات قطارات خطوط المترو الثلاثة يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عدد رحلات تقدر ب1353 رحلة يوميا بمعدل 488 رحلة بالخط الأول و602 رحلة بالخط الثاني و263 رحلة بالخط الثالث ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشفل الخميس الأخير في الشهر الجاري وهو الخميس المقبل 31 أكتوب تأكيد كمان هنا متفزولي مستابعا تابعا مع حضراتكم كل المستجداد بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء